حصة جديدة من فقرة التزود للحج فمرحبا بكم ورب إن شاء الله يبلغ مقصودكم واللي يسمع فيها مش مش حج إن شاء الله يحج عن قريب جهنبي الحبيب برك الله فيكم نواصلوا التزود التزود ويبدو سيمصفى قاعد يخزر لي عنده ربما سؤال ولا تدخل تراث مصفى والله يسؤال حبيت أن نوضحوها شوية هو في الحلقة الأخيرة الحلقة اللي فاتت ثم أختي اللي سهلت وقتاش اللبيو بو أحنا الوضعية سي الأخ جمعة وضح على حسب المذاهب التلبية كيفاش وكل شيء لكن أنا بالنسبة لي يوم إحنا لبينا نقوله يعني مش يتجاوب أنت تواسل لا لا مش نسالك لا لا أنا مش نسالك مش نسالك وقتاش نوقفه على التلبية يوم عرفة صحيح أول حاجة سيمصفك المرأة نذكرها سألة يعني هل التلبية تقول مستدامة بدون انقطاع ولا ويعطيك الصحف الملحدة هذه يكونوا بالنسبة لماذبنا احنا تنقطاع التلبية بزوال يوم عرفة يوم تسعة زوال يوم عرفة يعني لوخيان والأخوات في عرفات ما يلبيوش في مذهبنا يتلهوا بالقرآن وبالذكر والأدعية ومثلا ماش تلبية في مذهب الزوال معتها نصف النهار أيه الظهر 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 الزوال هو الظهر يعني كالصحة في الملحدة هذه يعني في خصوص خاطر برشا ناس تعجبهم التلبية يقضي يلبي حتى نهار العيد وكده حتى يوز المزدلي حتى يوز المزدلي لا لا ببوركة فيك سيمصفة على الملاحظة هذه يبارك فيكم مراه وبالنسبة لماذبنا التلبية تنقطاع بصلاة الظهر متاع يوم عرفة الزوال يعني نصف النهار العربي اللي تدخل فيه صلاة الظهر باي إذن أحنا توى أحطنا بالواجبات والأركان بالأربعة وتحدثنا عن العمرة وتحدثنا على يام التشريق وبرك الله في سيمصفة وتحدثنا على الماكلة وبشركم القهوة وانتي في الجيتون غير ما تمشي تروح للوتير ثم قهوة وثم ماكلة في نصف نهار وفي الليل وغير ما تتحركش وأكد على النظافة اللي قال عليها سبب بصلاة مرة الفارض وبكونوا يحط تحت الجراية وبقولوا بجنبه هكا وحتى لين يعمل المال ويعمل حشرات يعيشكم ثم حاويات للفضلات نحطوهم في البلاسة متاحة إذن وأشرنا إلى العمرة اللي هي وقتاش يجوزنا توا ما يسيلش بعد هذا شو عنا سيمصفة ترى باش ننورو خيالنا في التزود في مكة المكرمة بعد ما تحدثنا هذه أنا ثم عنصر أكيد جدا بالنسبة للتزود في مكة إحنا مش نبقاه في مكة سواء كان إلا هو متمتع أو مفرد أو قارن مش يبقى لكن يوم ثمانية ذي الحجة إحنا من يوم سبعة ثم حاجة أكيدة نجبد على الأكل والمأونة ثم يوم سبعة ذي الحجة المنظومة التونسية والشركة اللي هي قايمة بالحج راهي توفر لكل حاج حقيبة وفيها ما يستوجب على الحج حمله ليوم ثمانية وتسعة ذي الحجة بعرفة الحقيبة هذية إيش نية؟ الحقيبة هذية تنجم تكون يا أما حقيبة تترفع يدويا أو كما نقوله إحنا سكدوا 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 يتقام على الظهر إيش فيها السكدوا هذية؟ رأوا فيه ساشيات متاع إن ما يفهمش بالفرنسية معناها ساكي يتعلق على الظهر على الظهر سكدوا ساكي تعلق على الظهر لذا هكاية إيش فيه؟ فيه ساشيات متاع قهوة ساشيات متع سكر ساشيات متع حليب في ساشيات زدة صغيرات متع زيت في فروماش في خبز في عديد الحواج اللي هي تكفي لعرفة أنا نحب نزيد عليها حاجة واللي هي حاجة أكيدة جدا للحاج أول حاجة الإنسان الحاج ما يزموش يهز غلق ولا يشري معاه باش يهز من العرفات العرفة غلق اللي هي يقع تفسد احنا نقوله بالعرفة سخانة في السداء كما مثلا البنان نحزوش بنان نحزو تفاح أنا ننصح كل حاش باش يهز كيلو من كيلو نص ما أكثرش تفاح وراه كعبة تفاح أو كعبتين في الفطور ره مغذين وكعبتين في العشاء مغذين لن نشبعو خاصة احنا بالنسبة لنا راهو لتوالات راهو انتش مش تلقاهم توالات بكلهم سوري راهو فيهم توالات العربية أكثر يتهم ببيت الراحة الحاجة الأخرى اللي نحبو ننقلوها بالنسبة للماء ماذا بنا ننهزو دبوستين قرورتين صغار متاع زمزم على الخطر الماء لم يش تلقى وغادي راهو مبرد راهو يعمل الكيف ومش تلقى مش تلقى حاويات في هالثلج ومش تلقى كيفاش تشرب وكل شيء لكن الحاجة الوحيدة راهي ما ما عديني يولي يخلط بزمزم باش ما يمشيش للتوالي يخلط بزمزم بزيدا ما يسير لوش حتى هكا القبض وهكا الحواج هذو ما دونك هنا خليني نقص على ديك بالعسل وبكونوا نذكروا سادة المستمعين المستمعات على أنه اكتشف العلماء في الحديثا أنه وقت اللي يحط باختصار إترة في ألف إترة ما ما عديني يولي ما يتزمزم كله زمزم وبالتالي يتهز معك ما شاء الله ما تيسر أنت والشرب الماء حتى إيطروا نصف ما يزمزم باش تخلطها ديما بالمال المعدني ونذكر الأخوة راهو يمشي لك البرميل اللي فيه الماء المبرد يهز خمسة بابس وخليهم حتى يصخموا يعيشكم يعيشكم مرانا مسلمين مع بعضنا حجاج هز على قد ما تشرب تويفوتني عليها الرغبة هذه الحاجة لولا بالنسبة للمأونة نحاوله كما قلنا نحن يوم سبعة ذي الحجة الشركة المنظمة للحجة رايما اشتعتيك حقيبة فيها ليكفي الحاج وراه يكفي بالزيادة أنا قد ممشيت راني عمري ما نقيم اللي أعطوهولي الكل نقيم كنش لا حاجتي بيع خطر هكيا أحمله معايا ومش يكون يا معلاء ظاهري ولا على في حقيبة اللي هي مش نهزها أنا بداية الحاجة الأخرى النظام في عرفة أو في ميناء يحججر دوبالك يلزم تهزو دوياتك يلزم تشرجيو تشحن الهاتف متاعك خاصة راو نهرت العيد الصعيب باش تلقى حتى شكون يبيع لك الشحن متاع الهاتف متاعك سواء كان يوم العيد أو يوم عرفة أو الحواجه هذو ما الكل لذا حاول باش تشحن الهاتف متاعك تهز الشحن متاع الهاتف ركما اشتكلم إن شاء الله تفهم هو تشحن تشرجيو بالعربية خارات كلمة في رسية تكون مفهوم الشحن هو انشرجيو الهاتف متاعنا ثم حاجة أخرى اللي نحبو نضيفو لها راهو أكيدة جدا وخاصة يوم عرفة أو أيام التشريق في ميناء بالله يا حجاج ما تخرجوش من المخيم متاعك راهو الدنيا سخونة راهو عمناول إحنا تلقى برشة حجاج اللي خرجوا وجاتهم ضربة شمس وعديد الناس اللي هما ضروا سواء كان يوم عرفة أو أيام التشريق بالنسبة اليوم عرفة راهو في الخيمة مثل القرآن نتحدث في أمور فقهية عنا الصلاة متاع يوم عرفة عنا الخطبة متاع يوم عرفة مش لازم باش نخرجو للمسجد نميرة مش لازم باش نمشي وزادة عرفة كلها كما قال الأخ جمعة راهي كلها عرفة كلها موقف كلها موقف على كل يقارب ستة أو سبعة كيلومتر على سبعة كيلومتر كلها مش لازم باش احنا نمشي للجبل الرحمة راهو لا يمشي وجبل الرحمة يبعد عن مخيم التونسي ما يقارب على كيلومتر وثمانمية كيلومتر وثمانمية وفوق الكيلومتر وخمسمية حاجة أخرى يوم عرفة ما نخرجو من المخيم ممتاعنا من المخيم التونسي ممتاعنا إلا بعد ما يفتحوا الباب وبعد المغرب خطر ثم بعض ناس يقول لك لا أنا راني عرفة كملتها نمشي نخرج باش ندبر بلاسة في الكار راهو الكيران راهو الكيران خارج عرفة ومن خرج قبل الغروب فلا ركنا له فلا ركنا له لذا هذا نحبه نزيده نطحه تو نزيده نطحه كل يوم كل يوم باش نذكروا ولي نأكدوا عليه ديما الصبر 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 راهو غديك في عرفات زيزة التزود بالصبر في ميناة التزود بالصبر وقت يشدين الصف لطولات كرم الله وجوكم الصبر وما ثماش حاجة بدون صبر الصبر الصبر يا حجاج لأنه ربي سبحانه وتعالى يكون معاك إن الله معا الصابري إذن إن شاء الله يعني أتينا في الحديث عن أيام التشريق وأيام ويوم عرفة ومزدلفة ورد بالكم بالنسبة ليوم التروية نرجع ليوم التروية اللي هو بالنسبة للمتمتع مش يحرم يوم التروية مش يحرم يوم التروية مش يجدد مش يحرم مش تجديد هو أحرم بالعمرة وهذا أول مرة مش يحرم للحج مش تجديد ثم يكون مش يبدأ يبدأ محرم بالإفراد هو يحب يلبس دبشه إذا كان طال أكثر من يوم أكثر من يوم ولا بزدبشك عليك هدي يولي معاك فدية كما أشرنا مرنا الفارطة يولي عليك هدي ملا يوم التروية يوم الثمانية ذي الحجة مش يزوك ما قال الأخ مصر مش يزوكم إلى عرفات أنت كمش تحرم وأنت متمتع للحج مش تقصد ربي ومش تعمل اللي مش يعمل المفرد والقارن كيف 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 ولكن تقول ثم ناس خرجت صحة روسا وخرجت إلى التنعيم قالوا أنا مش نحرب يودي أحنا ماشيين العرفات وعرفات في الحل كم التنعيم مشاء أتعب وضيع الوقت متاعه ما ثماش خروج إلى التنعيم التنعيم نخرجو لها باش نعمل إحرام للعمرة أما الحج وهذا سؤال يطرح بكونوا هل يخرجوه يخرجوه المتمتع إلى التنعيم باش يحرم نقول لله لا ما يخرج علاج لأن خروجنا إلى عرفات هو خروجنا كما التنعيم لأن عرفات في الحل موقع تلك مرة المحرم اللي بدنا متاعه يقف في الحرم ثم في الحل أو في الحل ثم الحرم وبالتاني ما دام ومشينا لعرفات ما تماش خروج إلى التنعيم رك ماشي للحل في عرفات وتبدأ تلبي نلبيه ونتعداه حبيت نأكد السؤال شنو حكم المشيان الميناء يوم ثمانية راهوا سنة يعيشكم راهوا السلطات التونسية والمنظمومة التونسية رخصة رخصة كل واحد يتحمل مسؤوليته في النقل وفي التبعات متاع المشي اكا العام ستة من ناس حطوا الرحال في مزدلفة القوخيام ويسغلها عرفة وما حجوش كيمشيوا للوزير قال لما نقول تلكم راهوا الحجاج متاعنا يمشيوا إلى عرفة ما لارد بيكم إذا الواحد يحب يطبق السنة متاع المشي إلى ميناء يوم ثمانية السنة وأكد سنة مش واجب ولا ركن مش يسنة يعيشك أكد ساعة ما تمشي إلا مع واحد عارف بثناية باش يوصلك إلى عرفات باش ما تخسرش الركن متاعك وتونس هي أول كانت وحدها وتبعتها بارشة دول ولا تتزف الحجاج إلى عرفات تحب تقول حاجة تتم للكلام متاعك شيخ جمعة بالنسبة الناس اللي يمشيوا الميناء يوم ثمانية ينجموا سواء كان حافلة تهزهم سواء كان تاكسي سواء كان سواء كان زادة على طريق المشات اللي يخرج بهم وما يقارب سبعة كيلومتر ما بين الحرم المكي والمخيم التونسي لكن ثم حاجة أكيدة جدا 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 هنا يا سيدي أنا مشيت وبدلي للتسعة في ميناء لكن من بعد ثم بعض الحجيج اللي هما يقول لك احنا اه تو تلقى غاديك نقل وتلقى ترانسبور ولا حاجة كما كيه التجربة متاعي الخاصة سنة الفارطة راهوا النقل اللي هيك موجود العادة موجود قدام المخيم التونسي راهوا ما بقاش وما تلقاش نقل بالكل يقول لك هكا ثم القطار تونخوا القطار راهوا القطار مايركبوكش فيه على الخطر انت مايركبو فيه كان كوما اللي عندهم الترخيص بشيركبو في القطار وعندهم الشيخ السوار السوار متاحهم بشيركبوهم راهوا مايركبو حتى حد سواء كان لا في محطة ميناء لا في المحطة الأولى أو الثانية راهوا بتعب كبير اللهم يرجع من جهة العزيزية وينثم غاديك نقوله سوبر مارشي غاديك غاديك ينجيمش يلقى النقل متاعه وين يوزنك معناها تعب الوه لكن راهوا تعب وننصح اللي هو غير لا يستطيع راهوا ما بقاش كما العادة أنا مشي حجيت حجيت أقبل ونعرف النقل كيف هو وحجيت السنة الفارتة ونعرف النقل كيف هو راهوا النقل صعيب 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 من ميناء إلى عرفة يوم تسعى بالحج بارك الله وفيك على هذا تنبيه ونزيد وننبه ونأكد وعلي ورد بالك رايك تخسر حجتك إش لازل عقلي هذا يجي اللي بلا متعدي يقوله إيجابة عندي نجيب هك نفسد حجتي بيدي على خطر سنة لا يعيشكم لكن نظام الخروج إلى عرف ما خليت كان سنة واعطيني الفائدة في الحج وما بعد الحج وما بعد ربي إن شاء الله يحفظنا وإياكم إذا كان نأكدوا على حاجة سؤال من الأسئلة تفضل ثم سؤال يا شيخ أنا ما قلنش بالكل مذبية توضحوا للحج ما هو الفرق ما بين الهدي والفدي والفدي باي مرحك الله شكرا بالباية بالباية عاي ما الفرق هو بين الهدي والفدي الفدي هو أكل النوع الثلاثة على الخطر الفدية إما وإما وإما إما طعام ستة مساكين أو صيامة الثيام أو نسك اللي هو يتسمى فدي والآخر هدي شنو الفرق الهدي هو نوعين هدي واجب وهدي تطوع هدي تطوع اللي يهديه إلى مكة يعني هدي ينبالغ الكعبة اللي هو ما عنده إلا متمتع ولا غلط ولا حد شي هدي تطوع الهدي في الغالب في الحج إن قيل كلمة الهدي تنصرف إلى الهدي متع تمتع ولا الهدي متع رجمش أعني بذلك ثم أركان وثم واجبات وثم سنن وتفهمنا الفرق بين الركن والواجب الركن اللي هو ما يتجبرش حتى بشيء والواجب يجبر بهدي يجبر تكونوا أعطيني مثال مثال مثلا أنا فت الميقات فت الميقات ومتعمد هدي عليه إثم وعليه هدي عليه هدي غطية عليه هدي أما إذا كان فت الميقات بدبش ناسيا ما عليش هدي عليه فدية عليه فدية اللي هي إطعام ستة مسكين أو سيام ثلاثيام أو ذبيحة نسك وأشير إلى أن الفدي الفدي الذبيحة متاع الفدية يحرم على الحاجة لأكل منها وهذه من الأسئلة ما هو اللحم الذي يحرم على صاحب الأكل منه ويجوز تصدق منه ولا أكل لغيره هو الفدية العلوش اللي تنجم تذبحه غادي وتنجم وتذبحه في تونس ما لشفته الفرق ما بين هذا المقصود سؤالك المقصود السؤال إن نوضحه الهدي شنو أيوة الهدي الهدي هو بسبب ترك واجب منه الواجبات وهو ذبحه والأفضل مش كما الأضحية الأفضل هو بدن يقدر بيش يكون ناقع والإجمل وبعد البقر ذكر أونثة وبعد يجي الضأن يعني كثرة الحم أفضل فإذا عجزت عن الهدي نصوم عشر أيام ثلاث أيام غادي وسبع أيام في بلادي فمن لم يجد فصيام ثلاث أيام في حاجة وسبعة إذا رجعتم كما قال الله تعال هذي الهدي السؤال المتاع اللي يخص الهدي أنا نقول لك متمتع نحب نوضح من بعض نعطي السؤال المتاعي بالنسبة المتمتع قبل كانك الهدي يذبح ضأن أو كما قال الشيخ جمع لكن راه ثم بنك الراشحي ثم عديد الناس اللي يقول لك نعمل لك الهدي وأرخص وكذا ومنع شنية لا ناس انتبهوا منيح ما تتصلوا احنا ما نعملوش اشهار البنك الراشحي لكن هيك اثنية القانونية والمتأكدة بالنسبة للهدي الهدي الانسان يزم وتوسي جمع يزلي يصلاح لذا كان أنا معنتها نكون خالفت شوية هو يزم يشريه البونو متاعه قبل يوم التروية قبل ما يقصد ربي العرفة تفهمين هذا الهدي والهدي موجود في ابراج مكة تلقى بنك الراشحي وتخلص وتاخذ الوصل متاعك بالضبط الوضعي نعم اذا كما قال راه بالنسبة الهدي تكفلت الصعودية بذبح هال العليل الحجاج وأفتو ببعثها لجنوب أفريقيا للدول الفقيرة وانتي وثما واحد صح راسه وتخلك المسلخ خرج المعيصر خرج للركبة غطس في الدماء لا يعيشكم والتوصيل باش تمشي تخص الهادي قبل ما تمشي للتروية صحيح هذك الأفضل أما ليس بيواجب حتى إلي مخداش ياخو حتى بعد بعد عرفة أما بعد مش يولي حركة قوية شوية هاك وقد ينسى لقدر الله نتهنى عليه أما ليس وجوبا حتى إلي نسى يشريه بعد يبقى تدين عنده ويشريه بعد ما يروح من عرفاته ومن ميناء مش مش صحيح بركة الله فيكم بركة الله فيكم جزاكم الله خيرا توا تحدثنا عن الأركان وعن الواجبات وعن أيام التشريق ولا يسعونا إلا أن نذكر بالمدينة المنورة في دقائق ونعود إليها بالتفصيل بالنسبة لزيارة المدين أراه نقول لك حج وزيارة الزيارة صحيح ما هيش واجبة ولكن والعمرة ما هيش واجبة ولكن عندنا قاعدة فقية النافلة مقبل ما نبدأ أن تحر فإذا بدأت بها وجب عليك إتمامها هكا عليش ربي قال وأتم الحجة والعمرة لله العمرة السنة أنت حر لبس عليك قلت الله مني حرمت إليك بعمرة وجب عليك إتمامها الزيارة سنة زيارة مستحبة الزيارة من أفضل شي يعمل الحاج سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول من حجة ولم يزرني فقد جفاني لازل العقل راه بالنسبة للحاج راه أن توب الله أفضل المخلوقات أبو الجميع أبو الجميع ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي صحيح هو وجدي رسول الله كما يقول الأكثرية هو أبونا الروحي صحيح مش أبو السبب ولكن لما نمشي أنا إلى مكة وانتفي ضوما نمشي للمدينة زعم ما عنديش حبيبي رسول الله ما عنديش شفيعي رسول الله لا رد بالك راوك والحمد لله السلطة التونسية تعمل أيامات غديك في المدينة قبل ما ننسى راه ستة أيام ولا خمسة ولا أربعة راوك الأربعين صلاة قاله الإمام مالك إن الله خطر من صلى أربعين صلاة في مسجد هذا حافظه الله من النفاق برأه الله من النفاق راه الإمام مالك قال ولو من النواف حتى يوم وليلة حتى يوم وليلة تلمد أربعين صلاة وبالتالي أحنا نقول وره زيارة المدينة شبه واجب متع محبة متع الدلال ليست بواجبة ولكن أنت أيها الحاج توجبها لنفسك باش تمشي تزور الشفيع متاع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيم صدق الله العظيم قال الحافظ بن حجر العسقلاني وهذا المجيء صالح حتى بعد وفاته واختي نمشيه وندخل من باب السلام و نتحدث بالتفصيل في المدينة إن شاء الله مرة أخرى ما توا حديث هكا لتشويق ندخل من باب السلام و نتعداو على الوجه الشريف المواجه راك سعيد لا يقف على قبر شقي السلام عليك يا رسول الله استغفر لي ربي مثلا ماش أكثر من هذا والسلام هذا كما يخليك الشيطول أما يكفي أنك تقول أنت داخل من باب السلام تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال أقل مرة ثلاثة مرات وأقل ثلاثة مرات تستغفر ولكن ديما العبدالله نفرح بالزحمة لأن نصلي عن نبي ياسر ونستغفر ياسر باش منوصل إلى الشباك إلى الوجه أكل ثلاثة بيبانا نذهبين باب الأول هذا كان تابعا الروضة زادوه إلى الحجورات ما فيه حد شيء وبعد أكون النقبة الكبيرة هذه أمام وجه النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النقبتين الصغار هذاك تابع سيدنا مبكر وسيدنا عمر السلام عليك يا خريفة رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السيدنا عمر بخطاب وبالتالي لما أنت تتعدى على وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتقول استغفر لي يا ربي فإن الله يغفر لك وأنت سعيد راه سمحني ثم شكون من الحجاج برا سلم خلي 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 جابوها كبسيف وقتلوا صلى ياسم مصفل السور غاديك أعمل لهاك وقال لا هذه مش إثنيتي وارجع وروح لتونس بدون ما يسلم لا يقفوا على قبر لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم كأنك عندي جزئية بسيطة بالنسبة لزيارة المدينة المنورة المنظمة التونسية عنا حالتين اللي فيها زيارة المدينة المنورة عنا بالنسبة الناس اللي هما قصدين من بلادهم من تونس من سفاقص من مستير من جربة من قابس من قفصة قصدين المدينة المنورة هكما يقصدوا المدينة المنورة مباشرة من البلاد امتحة قبل الحج قبل الحج ثم المنظومة الحالة الثانية هو ثم الناس الاخرين اللي يمشيوا مباشرة إلى مكة ثم يبقوا في مكة وينتهيوا من الحج المتاح ما يقارب بعد أسبوع إلى عشرة أيام ما يفوتش أسبوع عشرة أيام مش يقصد ربي للمدينة المنورة حبيت نوضح الوضعية هذه رأي زوس كيف كيف إن شاء الله لنا لقاء جديد إن شاء الله لا يسعون إلا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى